في ذاكرات العراقيين جرح كيف له أن يلتئم وفي كل عام من الأول من شهر كانون الأول يستحضر مشهد أكثر من ثلاثة آلاف جندي وضابط عراقي قتلوا بأبشع طريقة حفرها حقد النظام الإيراني على أجسادهم يوم الشهيد العراقي يذكر بما حصل في معركة البسيتين عام 1981 حينما أسرت القوات الإيرانية أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل عراقي بين ضابط وجندي وقامت بإعدامهم ميدانيا ومثلت بجثثهم عبر ربطهم بالسلاسل بين المركبات وتقطيع أوصالهم لتكون هذه الحادثة الوحشية هي الرسالة المعبرة عن حقيقة نظام طهران وما سيفعله بالعراق مستقبلا حضر تلك الجريمة وشارك بها الطرف يتحكم بالعراق اليوم ميليشيا بدر التي كان لها نصيب في التلذذ بالتمثيل بجثث الجنود العراقيين أنذاك ولم تكن الجريمة غير شرارة البداية ليبدأ الخميني الذي تجرع سم الهزيمة بتسخير كل وسائل الإرهاب لضرب العراق والتآمر عليه وصولا إلى احتلاله بعد الغزو الأمريكي حيث أعاد التاريخ نفسه وواصل نظام طهران سياسته العدائية تجاه العراق وأبنائه ولكن هذه المرة بأدوات محلية صنعتها إيران وأشرفت على تغذيتها بروح الانتقام والحقد على العراق تاريخا وحاضرا ومستقبلا العراق اليوم يعيش أسوأ حقبة عبر التاريخ فقد تعدت سطوة الأحزاب والميليشيات كل الحواجز إجراما وفسادا وظلما فها هي أعداد الأيتام والثكالة والأرامل سجلت أرقاما هائلة وخيالية وكل ذلك بفعل الأحزاب والميليشيات ثنائية الشهيد العراقي والقاتل الإيراني لم تقتصر على مجزرة الجنود الشهداء عام 1981 وإنما تعاد في كل يوم يرسم تعب العراقيين ويسجل آهاتهم منذ أن سطت إيران على حكم العراق رسميا بعد عام 2003